ما هي معلوماتك أو كيف تشهدين في ليلة انتخاب الرئيس البديل في مجلس النواب العراقي أشيعة كلام كثير عن صفقات مالية تمت وقد دفعت لأطراف أو نواب هنا وهناك للتصويد هنا وهناك ما حقيقة هذه القصة؟ في لزلة النزاهة البرلمانية هل تم التحقيق؟ هل هناك استدلالات؟ هل هناك من يشهد أنه فعلاً كانت هناك صفقات؟ النائب الأول لرئيس مجلس النواب هو مسوي لجنة من عدد من النواب بصراحة ما عندي اطلاع كامل معرف هما بيات جبهة هل هما بجبهة اللي قالوا أنه جبهة ثانية أخذوا الفلوس لو وياهم من الجبهة ثانية ليأخذوا الفلوس مدى أفتهم يعني بصراحة لكن أنا أقول بأن بتعرف جنابك أني رئيسة كتلة مستحيل واحد يجرؤ أنه يجي يقول لي تعالي الساومة على موضوع الفلوس والتي أمور الزيانة ما محتاجة والحمد لله والموضوع آخر أنه النواب اللي محترمين نفسهم ما أحد ما يتقرب من عندهم أو يقول لهم تعالوا خل نساوم صوتك على موضوع الفلوس حس دول المحترمين بالنتيجة المواقف ما تبع الآخرين ياه القباض الآخرين اللي أخذوا أكوا لجنة يعني 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 ما أعرف لأنني ما شفت شيء بصراحة لا شفت صبق يعني إذا أكوا لجنة إذا أكوا لجنة تهت القضية من راحة للجنة تهت القضية وبعدها ليش يشكل لجنة هذه اللجنة ما أكوا لجنة النزاهة البرلمانية هي المتخصصة بهذه القصة ويحال القصة إليه لو أنتوا همشكوا بابركم والله هذا لازم سؤال يتوجه لنائب الأول ليش هو اختار سوى لجنة من غير لجان ما لا علاقة بلجنة النزاهة هذه التفاصيل شوف هذه اللجنة أساسا سياسية أنا أعتقد ما لا علاقة بموضوع أنه النواب أخذوا الرشوة وما أخذوا وأصلا معيب أنه يساون لجنة لأن النائب النائب اللي يشكون به يحيلوا رأسا كتاب إلى القضاء يروح القضاء يحاسبه يعني ويستحمون الثقة من عنده نائب يعني يروح ياخذ رشوة على مود يصوت هذا شلون مصير البلد وين يعني فهذه الإجراءات هي كلها غير صحيحة الصحيح أنه إذا يعرفون أكو ناس تقول أنه أنا شفت نائب وعندي صورة وعندي ما أدري شنو هذا التصوير يوده للقضاء أنا هنا أسأل ستسروة يحاسب أكبر واحد بالبلد هنا أنا أسأل من خلالك باستفهامات أولا للسيد المندلاوي لماذا إذا كانت هناك شكوك لماذا لم تحال إلى اللجنة المختصة اللي هي اللجنة النزاعة البرلمانية للتحقيق بها وهي من كل الطيف البرلماني القصة الثانية هل يحق لمجلس النواب بوصفه تشريع رقابي أن يشكل لجانة تحقيقية في هذه القضايا عجوز؟ هو مجلس النواب يحق لأنه يشكل أي لجنة لأي قضية متعلقة سواء كان بموضوعات الفساد بأي موضوع حتى في تذكر يعني في موضوع سبايكر سواء لجنة في موضوع الموصر في كل المواضيع ضرب أربيل لكن المهم النتيجة شنو؟ يعني ليست مو المهم أنه سواء لجنة المهم النتيجة يقولون نشكم واحد أخذ رشوة ويتم سحب الحصانة منعتهم وإقالتهم وإحالتهم إلى القضاء إذا كان صحيح وإذا غير صحيح اللي حج على النائب وقال يجب أن يتم حاسبته وإقالته من منصبه يعني لأنه اتهم نائب بالغير وجه حق وما عنده دليل والله إذا أكد دليل هو يروح للقضاء وينتهي الله إسباعة النزاهة أما لجنة النزاهة أي نعم لجنة النزاهة لجنة النزاهة أنا باعتقادي أنه رادوا يجيبون من كل الكتل اللي هم يثقون بها يعني يبدو أنه الموجودين هم هي الرئاسة التثق بهؤلاء وما مختارة حسب الرئاسة التثق بمن يبدو لجنة النزاهة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر